شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي وشهد الاحتفال إلى جانب سموها جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا الصديقة وسمو الأميرة للا حسنى شقيقة جلالة ملك المملكة المغربية شقيقة وعدد من الشيخات وصلت الاحتفال الضوء على قصة الاتحاد وأبرز ملامح الرحلة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها عام 1971 وتزامن الاحتفال مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 ومواكبة لعام الاستدامة ترجمة نانسي قنع